اشتركوا باش مانسين النارده ان نكلم عن تصميم الرافتر اول حاجة سامحنا متعدين لازم نعرف العنصر اللي احنا نصممه ده مكانه فين في المنشأ لما نبص كده رسمة الصغيرة ده هلأ ايه لا ان فيه عمود من ناحية دي وعمود من ناحية دي طالع منها بيم في الاتجاه ده وطالع منها ايه بيم وبيتسبته مع بعض هنا بالنسبة لي البيب ده اللي هو المين بيم ده هو ده الرافتر اللي انا المبوض اصممه يبقى احنا زي ما قلنا الرافتر ده هو عبارة عن ايه عبارة عن ميم ده وبيتسبت في طرف العلوي للعمود الرافتر ده بقى لازم نعرف الاحمال اللي جاي عليه عبارة عن ايه او بايه الاحمال اللي بيشيلها هو بيشيل البرلنس بيشيل الوريزونت البريسنج وبيشيل الكوريجيب شيد بتاعدي او طبعا لو انا حاطت بلاطة خرصانية فهو اللي بيشيل البلاطة الخرصانية دي ويبتدي طبعا ينقل الأحمال إلى العمود والعمود يبتدي ينقل الأحمال إلى الأعدل السيل وتبتدي تنقل أحمال إلى الأعدل خرصانة والخرصانة تنقل للطربة وتوزع الأجالات على الطربة طيب إزاي أنا بلحم الرافتر ده اللي في اليمين مع الرافتر اللي في الشمال بلحمه ببساطة خالص ان انا بجيب الاي بيم ده وا اروح هاطط له في وشه كده ايه ااا الحم في بليت يبق انا بحط في بليت عن طريق ايه عن طريق اللحام يبقى بيثبته عن طريق ايه عن طريق اللحام وان البيم التاني بعمل فيه نفس الكلام وحطه له بليت وابتدي اربط ايه اربط الاثنين ببعض عن طريق المسامير طيب لما نيجي نبص كده لشكل المومنت لما بيبقى جاي لما بحسب المومنت على الرافتر او بحس المومنت على القطاع اللي قدامي ده بلاقي بلاقي شكل المومنت عامل المنظر ده طبعا الخط اللي انا عمله ده عشان اقولك ان انا الرسمة دي منها زي شمالها يعني المومنت هنا هو هو نفسه قمت المومنت ده فانا لما صمم المومنت الهنا والعمود ده يبقى انا صممت ايه صممت البوزق التاني ليه بزا بلا ان هو ميرول تمام طيب الرافتر ده بلاقي بلاقي اني يتأتي عليها مومنت 9 ونص يبقى عليها مومنت 9 ونص بييقدر ماشي وبتدي اللي قلل ما يقلب ليوصل للصفر ويقلب ليوصل لحد كان يوصل لحد 22 متر برتان. طب يا ترى انا لو قد اصمم هذا الرافتر ده كله بس صممه على ايه صممه على 9 ونص ولا صممه على اتين وعشرين طبعا نحنا عافين ان ان احنا دايما بتصمم على كبير المومنت الكبير علشان يبقى يا سيف معي لان انا سيفته على 9 مص بس طب هنا يبقى فيه مشكلة ان المومت هنا كبير تمام طيب يبقى انا مفوض صمم على 22 لا هسمم على 9 مص ازاي بقى انا انا صممت على 22 هيبقى التكلفة هتزيد تكلفة ايه تزيد وانا مش محتاج ان انا صمم على 22 ليه لان انا عندي بالنسبة للرفطة طوله كام طوله 12 متر الجزء اللي المفوض بيعلى فيه المومنت لحد لو يوصل لحد 22 بيبتدي من خمسة بوينت تلاتة لحد ايه مبتدي من منزيره لحد ايه مسافة بوينت تلاتة تلاتة يعني قمت المومنت المفوض ان انا اصمم عليها 22 بتبقى كام بتبقى خمسة متر من 12 يبقى الباقي ده يبقى كوسط عرفوضي طب انا عمل ايه بصمم الكطاع كله على ايه على التسعة ونص تمام بعد اصمم الكطاع كله على التسعة ونص اجي عند المنطقة ديت احط ايه دابل اي 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 بيم دابل اي 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 بيم ليه انا هنا عند الكطاع المومنت زاد فانا لازم ايه القطاع بتاعي القطاع هنا يزيد فانا صممت طلعت هنا ايه بيم يبقى انا احط كمان زي اي بيم ايه من تحت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده يبقى المنطقة ديت او استيكشن ده هتحط اتنين اي بيم فوق بعض طيب نلاحظ حاجة بقى نلاحظ حاجة ان المفروض الاي بيم هو عبارة عن ايه ده تلتم وستين ابقى التلتم وستين او ما ليه بقى تلتمائة وعشرين بلا هقولولك في السلايد اللي بعده على طول لما نجي نبص كده في السلايد ده بنسميه حاجة اسمها ليه الهونش الهونش ده ان انا باجي في المنطقة اللي فيها مشكلة عمومة كبير بعمل ايه بحط اي بيم دي تاني بتعمل ازاي بيتقص من الاي بيم الاساسي دياجونال يبقى انا عندي اي بيم بالمنظر ده قدتلي اقص ايه اقص ايه دياجونال كده تمام لما اقص دياجونال بطير مين بطير معي الفلانشة جزء من اللي هي بطير الفلانشة وجزء صغير من الايه وجزء صغير من الويب طب ليه بعمل كده عشان اعرف اميل الاي بيم ديت وتتلحم فين او تثبت فين تثبت في الاي بيم ده تمام يبقى انا صممت على التسع مصد داني قطاع اي بيم بالمنظر ده اخد نفس القطاع ده اه على مسافة طبع لحد مسافة الخمسة بوينت تلاتة تلاتة تمام اه بوص منها الفلانشة وجزء من الويب علشان اعرف اميلها وزايه بيبقى الناحية تاني يعني ازاي الناحية تعني في المنطقة اللي هنا بيتعمل نفس الكلام تمام اه لما نيجي البص كده تشوف الشكل بتاعه بعمل ازاي هو ده الاي بيم بتاعي وده جزء الازيادة اللي احنا ايه اللي احنا وانا عشان المومت هنا بيبقى بيبقى عيني تمام كده طيب اه نبوص بقى نشوف الكطاع بتاعه ده معرض لايه بالقطاع بتاعه بيبقى معرض لايه لمومت وبيبقى معرض لايه لنورمال فورس طيب لما اجي اصمم الكطاع بس صمم الكطاع ازاي بقى على انهي على انهي القيمة الحقيقة هنا في مدارس كتيرة في مدارس بتصمم على المومنت بس وفي مدارس بتصمم على الاتنين ايه الاتنين مع بعض تمام اه 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 ده صح وده صح يعني اللي بيصمم على قيمة المومنت والنورمال مع بعض ده صح واللي بيصمم على قيمة المومنت بس برضه ده صح طيب يعني احنا عارفين اللي بيسمم على الامه لاني صح لانه باختصار بسيط قيمة الال النورمال بتبقى قيمة صغيرة جدا فبما انها قيمة صغيرة جدا مش هتفرق معي مش هتفرق معي في الحسابات والتأثيرها يبقى ضعيف جدا فمش هتبقى مؤسرة معي فبالتالي اقدر انا سمم على كنت المومنت ايه كنت المومنت بس في الحياة برضو يعني برضو مش هدهيه ولا هتعبني في موضوع التصميم لان اغلب ايه التصميم بيبقى تصميم طبعا طرامج بتعمل الكلام ده بسهولة او حتى لو هصم بمانول فده عن طريق شيت اكسل بدخله الجداول بتاعتي والمعادلات بتاعتي وكل اللي انا بعمله ان انا بدخل كامل ايه المومنت النورمل والايه والاف اللاوة بالوهاكاسة وهو بيعمل التصميم الواحده تمام فمش تفرق معايا قوي يعني سواء اخدتها اوه ما اخدتاش معي في الحزبان برضو في تأثير كاركام يعني وكحسابات برضو مش هبقى ليها تأثير معايا خالص ولكن انا دلوقتي لما بشتغل بالورع والألم فتسهيلا ليا او سهولة للحل بعمل ايه بتلاشى قيمة النورمل ما باخداش معايا ايه ما باخداش معايا في الحزبان تمام طيب بقى معايا القطاع بتاعي معارض لايه معارض لام بس طب بما ان القطاع معارض لام بس اقدر باختصار بس انا احسن كنت زدها ام على الف بي اا اف بي تي اا خلي بالك كل ان انا دخلت معايا لان في الحزبان هو المعادلة بس اا اصممه زي البيم كولوم اا اللي انا بقول ان الاف اا اا اكتشول بتاع النورمل على الاف لالايه زائد مين زائد الاف اا الاف اكت بالنسبة المومنت اا على الاف لالايه للمومنت الكلام ده طبعا الاف ده بيبقى مضروبة فين بيبقى مضروبة في الايه اللي هو اا اا ادتشنل اللي يعملها لنتيجة التأثير ايه النورمل فورس بيعمل ايه؟ بيعمل اا اا ا اا ام ادتشنل فبزودي ايه بزودي كمت المومنت عن طريق كمت الايه دي 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 باقال حاجة واحد صحيح آا تمام وبعرف احسبها عندي الكلام دي طبعا يكون وقال منها ويساوي مين الواحد صحيح تمام? اه طبعا بما ان ان ما فيش هنا فالترم بتاع ايه? اه راح والاي مش يبقى في اه اه اما لان ما فيش فبالتالي تبقى لي مين? تبقى لي الاف اه اكتوال اه على مين? على الاف اقال بنا وساوي واحد طبعا الاف ايه تروح مضروبة اه في الجزء التانية اه او في الواحد فبالتالي هي بقى الناتج بتاعي ان الاف اكتوال بيساوي اه اقال من او يساوي كومة مين? اقال من او يساوي اه البي اه البي برميسابول ايه الاف برميسابول ايه تمام? الاف برميسابول بننج تمام كده? اه ده اللي انا عايز احسبه او اللي انا اشتغل عليه. طيب مشكلة هنا ازاي احسب كومة الاف برميسابول بندنج وده هنعرف ان هسوي ازاي. طيب دلوقتي انا عايز اجيب قطاع الاول ان انا اعمل ايه? اختار قطاع تبقى اللي قمت المومنت اللي عندي. طيب اه الام على الاف بيتي اه يطلع لجومة ايه يطلع لك كومنت القطاع بس خلي بالك. الاف بيتي ده اللي جاد المسمون بالتانشن. انا بفرد ان انا ايه ياسم على الاف بيتي اه طبعا او بوينت خمسة تمانية الف بما ان الحديد ده المستوضى بيانها اتنين وخمسين استيل اتن وخمسين في الف ايه اللي بتاعه بتعلقها بوينت ستة اه لما بضربة في الاف بوينت خمسة تمانية ايه يطلع لنات الكام اتنين بوينت واحد. طيب نلاحق سيه فكتور كده اه قمتوا اللي هو خمسة تمانين. ايه الخمسة تمانين ده? اه فيه كاس تاني ان اه اوسف اصدف انا بعمل ايه فتحات اللي هى مكان المسمير ده فده بيقليل لي ايه بيقليلي بتاقليلي إيه اللي panels ايه ايه اه جا١ اول كيس ان انا ممكن استخدم ايه ايه اه اه ويشوف احسب يجب اعمل ازاي وفيه كس تاني ان ايه ان استغنى فيه وهنحل الطيب اه برضو بطلع قيمة ايه ال ال يو اه ال ال يو ده فاكرين اللي هو ايه ايه اللي هو المسافة الممسوكة ايه في منطقة الضغط يعني انا عندي قطاع بشوف عليه مومنت وايه عليه بدي المومنت ايه فيه وفيه مطابقة depreciation فا savoir wifinon مثبت فيها منين فاليه مثلا الاول هنا الاخر هنا لو قطاع كده فسما هيبقى ضغط انطقة الحارة للحيرة اللي هو ال ال يو تمام لكن لو ال ihmة فوق ايه ال يو بتاعتي هي ال ال فوق طيب ال ال يو بتاعتي هي ال ال فوق يبقى مثلا هنا اه بP greed guidelines تший بتاعتي هي المسافة بين الليون يمسوكة طيب برضو حتى لو البيتدنج فوق الكمبرشن بتاحت انا باخد الاليو اللي هي اللي ما سفت كلها تب لو قلت لك فين يعني مسك الفلنجة من تحت مسك الفلنجة اللي من تحت ديت اللي هو مادة ايه نيبريسنج عبارة عن حيطة تحدة وصلها بالجزء اللي فوق اللي هو البرنس دي مع مع الفلنجة اللي تحت فبالتالي بدل الفلنجة اللي تحت ما مسوكها بني بريسنج يعني الاليو برضو هتساوي الايه? تساوي الايه. تمام كده? يبقى في حالة تستخدمني بتاعتك عبارة عن ايه? المسافات بين البيرلنز. اه في حالة انا ما باستخدماش هي المسافة بتاعت الايه? اه مومنت. اه طبعا هي بتبتدي من زيرو لحد الايه? اعلى ايه? اعلى قيمة مومنت اللي هي اه من صفر الحد كان من صفر الحد خمسة بوينت تلاتة تلاتة متر. طيب اه طبعا انا اه لما حسبت التسعة من التسعة ومص طلع لي قطاع. تمام? اه القطاع ده اه اقدر ان انا اعمل منه دبل اه احط اتنين دبل ايه اللي هو القطاعين يعني فوق بعض علشان انا عارف ايه? ان المنطقة ديت ان المومنت فيها كبير فانا هسيف بقى شوف القطاع اللي انا طلعته سيف ولا مسسيف? ان هو يبقى اتنين فوق بعض. وزي ما احنا اتفعلنا المخود داربع داربع مخمسين داربع مخمسين بس انا شطفت منه ايه كومت الفلانش زي الجزء من الويب علشان اعرف ايه? اميل ايه? اميل القطاع بتاع ايه? واعرف الحمل. تمام? او اعرف او اوصلهم بضاعة. تمام كده? اه طيب لما نبوص القطاع ده المفهوض ده بالنسبة لي بقى قطاع واحد بس خلي بالك السنتروليدي بتاعه مش في النص. ايه بس بتاع القطاع ده اميله ايه مش في النص ايه? ركز معي بس في الكون سيبت ده اللي هو ضلقه صح وبعدين هقول لك تحسب الكلام اللي انا هقوله اللي انا هعمله ده هتحسبه بسهولة خالص اه انا هنفرض فرض بسيط. تمام? اه اول حاجة ان احنا نعمل ايه? لازم نحسب السنتروليدي بتاع القطاع. طبعا السنتروليدي بتاع القطاع ده المحور بتاع اهو. تمام? يبقى ما فيش شفت بالنسبة ايه? اه بالنسبة لكن مشكلة لكلها فين? في الواي. ان الواي Kumar Symmetric عند الواي. يعني هنا ده اكس وده ايه? الواي DC% بالنسبة لـ اكس لا يمكنك شفت بالنسبة لكله ايه? اه كله يبقى في النص تمام? لكن مشكلة في الافتفاع ايه؟ ايه? ان انا انا عند القطاعين القطاع الاولين يبقى هنا القطاع التاني هي بـ simplify فمحاصلة ده بتاعه يا محاصلة بتاعه يبقى فين يا ايه? يطلع في المنطقة نيف يطلع من المنطقة اللي هنا ده اللي عند نوترال ايه نوترال اكس. تمام كده? هيطلع عند ايه? عنده قيمة النيوترال اكس. طب اول حاجة لما اجي احسب قيمة ايه? انا عايز احسب الواي ان انا عارف قيمة ال اكس بزيرو. خلاص انا عارف قيمة ال ايه? بزيرو. نحسب قيمة الواي ازاي بقى? الواي هو عبارة عن السيجما شغل ميكانيكية جاملة سيجما اريا في مين في الواي بتاعتها? تمام? اللي هو الواي سنترويد. على مين? على السيجما ايه? السيجما اريا. طيب. واحدة واحدة. عشان احسب الكلام ده انا هقفل الشكل ده كده. مستطيل بالمنظر ده. عندك مشكلة. تعرف تحسب الاريشية بتاعت او تحسب الاريشية بتاعت او تحسب الشكل ده. او تضرابة في السنترويد بتاعها او بس خلي بالك بقى. بص معايا كده. العرض ده منو التسعيين. الطول ده كله هيبقى عبارة عن ايه? 45414 اللي هي تطلع كام? تطلع 864. يبقى اقول الاريشة بتاعتي او في الواي بر بتاعتها اللي هي اربعمائة اللي هي 864. في مين? في عرضه كام? 864. في عرض 190. في السنترويد اللي هي بتاعتي اللي هي نص مين? نص. الطول ده كله او الاتباع ده كله له 864 على الاتنين. اللي هي طلع بكم? اللي هي طلع بيه بربعمائة اتنين. 432. تمام? اه طيب بعدين افرغ منها ايه? المستطيلات بتاعت ده. افرغ منها ايه? افرغ منها المستطيلات بتاعتي. طيب اول حاجة اول مستطيل عندي اللي هو كان. اللي هو المستطيل ده. تعرف تحسبه اه انا بنسبالي الحتة دي كان الحتة دي من هنا الهنا اربعمائة واربعتاشر اربعمائة واربعتاشر يبقى الطول بتاعي من اول هنا لفين لحد الحتة اللي فوق دي يبقى الاربعمائة واربعتاشر هطرح من اقيمة ايه كمت الفلانجة دي لان الفلانجة دي ده جزء شغال معي لكن ده فراغ فائم اربعمائة واربعتاشر ناقص الاربعتاشر بوينت ستة يديني كان يديني تلتمية تسعة تسعين بوينت ايه بوينت اربعة طبعا ينضرف في العرض بتاعك تمام العرض التاحة دي عبارة عن ايه عبارة عن المية وتسعين ديت ناقص على الاتنين يديك ايه عرض الحتة اللي هتطلع تسعين بوينت ايه تسعين بوينت واحد تمام بعدين اه الكلام ده طبعا بضرب دي في سلم اتنين يعني بعد ما حساب تلقى بتاعتها بضرب سلم اتنين لان ايه منها وشمالها تمام في مسافة النقل بتاعت اللي هي كان اللي هي بالنسبة لي اه اربعمائة واربعتاشر مش اربعمائة واربعتاشر بقى نقول الحتة دي من اول هنا اللي هنا كان طلعت تلتمية مسلا ايه تلتمية تسعين بوينت اربعة على الايه على الاتنين يبقى تلتمية تسعين بوينت اربعة على الاتنين طيب بعدين نحسب برضو المثلس ايه السوري المساطين اللي فوق اه من هنا لهنا هي دي كلها من اول هنا الهنا كان اربعمائة وخمسين بس انا عندي ايه فلانجيتين دولة شغالين معايا رقطة رحهم يبقى اربعمائة وخمسين ناقص الاتنين في لمشاء لكن لا تطلع اربعمائة وعشرين بوينت تمانية برضو في اه العرض بتاع الشريحة تسعين بوينت واحد في اه مسافة النقل من السنترويدي بتاع ده لحد النهاية طيب يا اربعمائة وخمسين على الاتنين زائد كام يا جماعة زائد الباقي ده اللي انا لو قلت مسلا اه ديت اربعمائة وخمسين على الاتنين يبقى نصها هنا متين وخمسة وعشرين ونص التانية متين خمسة عشرين. فانا اقول على طول ان الارتفاع باكله كام? ارفع كله تمنمية اربعة وستين. اطراحه من متين خمسة عشرين. يديك الناتج الباقي بتاعك اللي هو كام? اللي هو اه اللي هو كان متين خمسة عشرين اه اربعمية اربعة وستين وصل متين خمسة عشرين. يديك كان سبتمية تسعة وتلاتين. اه طبعا لما بضربه في سلب اتنين لان مين وشماء. انا ليه بضربه في سلب عشان بفرغ. ديك الناتج اللي فوق اسمه برضو على الاريا التوتل قيمة ايه قيمة الواي بتاعتي. تمام? طيب بعد ما حسابت القيمة الواي بتاعتي انا عرفت ما كان الواي مثلا هيبقى ايه هنا. تمام? فبالتالي القيمة دي كلها عبارة عن ايه? عبارة عن ايه? عبارة عن ده عبارة عن النيوترر اكسس بتاعي. طب ايه حكاية النيوترر اكسس دي يا جماعة? لما نبص كده لو انا عندي بطاعة بالشكل ده. بطاعة ده متماسس ده ما احنا شايفين. السنترويدي بتاعي تقدر التحدد لي مكانه فين. السنترويدي بتاعي يبقى هنا. وفي النص بالزبط. تمام? يبقى ده مكان السنترويدي بتاعي. ده نوترر اكسس. تمام? يبقى. النوترر اكسس ده اه هو نقطة اللي ما فيش عندها ايه? المفوض ان الاجهدات عندها بصفر وهي تبقى المضاقة الفاصلة او الخط الفاصل بين منطقة الضغط وايه? والشد. يعني القطاع ده لو عليه ضغط بالمنزر ده. يجي هنا يقلب ايه? يقلب بشد. تمام كده? اه طبعا ده طبعا تبقى ايه شكل الاجهدات بتاعك تاني المجسم ده او الشكل ده بيبقى على حسب ايه? على حسب توسيع الاجهدات اللي عم. تمام كده? يبقى هو ده ايه اكسس. فبقى ايه اكسس بنسبة لي هو اتنقل فوق اه اتنقل ايه? فوق. فالكوز اللي فوق ده ده منطية الضغط. اه منطية ايه? الضغط او ممكن يبقى منطية التنشن بناء عليه بناء هو بيشد ولا بيضغط فوق. انا عندي المومنت كان عامل كده. صح? في الرسمة اهي. المومنت فوق. فبالتالي المنطقة اللي فوق ده تلاقيه فوق النيوتران اكسس ده منطية التنشن يعني عكس الكلام ده تنشن. والمنطقة اللي بتاعتها منطية ايه? منطية الكمبريشن. طيب بما ان انا عندك طاعة لوحده ايه كومبريشن والطاعة لوحده ايه اجيب عليه في الانجيتو بتبع معارضة لتنشن. يبقى انا لازم ادرس الاثنين. ادرس اشوف القطاع هي سهب من ناحية التنشن والكمبريشن ولا لأ? طيب اطلعت بحسب حاجة اسمها الزد تي. واحسب حاجة اسمها الزد تي. الزد تي. اللي هو ايه? الزد بتاعت منطية التنشن. والزد سي اللي هي الزد بتاعت منطية التنشن. طيب بحسبها ازاي الكلام ده? بحسبها bungهن على قيمة المين? على قيمة الاي اكس.After ini cause الاثنين 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 الاخطاع كله. للشكل ده كله احسب قيمة ايه؟ احسب قيمة الاثنين 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 هى عبارة عن اي اكس الاثنين الاثنين باقي تختلف ان انا ععرف الزد هي عبارة عن اي اكس على الواي 열 يبقى لتماكن التنشن الاثنين اليه بقى المفروض دي كده منطقة هي من اول نقطة فوق لحد نص بالزبط يبقى من الاول لحد ايه لحد النص يبقى الحتة دي كده هي عبارة عن تمام ده منطقة ايه منطقة التنش تمام طيب منطقة الضغط بتاعتي هي من اللي فيه من اول هنا لحد اخر القطع من تحت صح كده ولا لا طيب فين الواي ماكس بتاعك منطقة الضغط اه هي دي بقى منطقة ايه الواي ماكس هي من نص بقى مص الايه نص الطول ده تمام كده يبقى ده ايه ده الواي ايه يا جماعة الواي ماكس على ايه الواي ماكس الايه للسي منطقة الكمبرشن تعرف تحسب الزد اعرف اللي هي الاي اكس على على الواي ماكس التي والاي اكس على الواي ماكس الكمبرشن كده على السابت الزد تي والزد دي والزد سي وبحسب بها الخصوص اللي احنا عارفنا الار تي والكلام ده الحاجات اللي انا بستخدمها فين في عملية ديزان دي تاعي طيب اول تشيك بعمله ان انا بشوف القطع ده الجزء فيه معرض للكمبرشن وجزء فيه معرض للتنشن نتيجة منطقة الكمبريشن ولا سيف ولا لأ يعرف ان القطاع بطائق ايه امان ولا مش امان طيب ااااااا آا الزد سي هنا غير الزد ايه ايه تي نتيجة ان cảيين مش مش قد بعض فمافيش تماثل فبالتالي اللي نتشفل طيب لكن لما بقى耶 قطاع واحد كده على بعضه تمام قطاع واحد فالنصف بالتالي بالساعته هنا تلاقي ان الزد تي بيساوي مين يساوي الزد كومبريشن تمام طيب هنا المفروض انا بتشكع انا بعمل بتشكع الزد تي و الزد سي طيب الزد تي بقول ليه في برميسة بولتنشان هي عبارة عن م على الزد تي الزد تي انا معايا قلنا بنضربها في 85% علشان ايه فيه جوزه من ايه خبصاش رفهمان من القطاع مششغال معايا نتيجة ايه المسامير صح الفراغات بتاعت ايه الولز بتاعت ايه بتاعت المسامير طيب يطلع لكومة الاجهات اقدر اقرن بالاجهات المسموح بيه من الف تي اقرن بالاجهات المسموح بيه اللي هو بوينت خبصة تماما للف ايه اللي هو الف برميسة بولتنشان خلاص اصدلع عقل مني بقى اوكي سيف تمام اتضمن بقى على منطقة الكمبريشن طب لو كانت منطقة التنشان مش سيف ساعتها بقى ازود القطاع ما اخشش بقى ان انا اصمم من ايه اشوف البي سي لا اخش ان انا ازود القطاع بتاع الاول بعدين بقى اول بقى اعمل تشيك على البي سي يبقى الاول بقى اعمل تشيك على البي سي لو سيف اروح اعمل تشيك على مين على البي سي طب الامة انا زد سي ليه ما ضربتش هنا في خمسة وطمئة في المية لان في حالة الكمبريشن الاحمال او الجداد تضغط على الفلانشة فالفلانشة تضغط على مين؟ بتضغط على.. أو القطاع بيضغط على المسامير يبقى ما كان الفتحة لي بقى أنا حاطت فيها ايه مسامير فليجي القطاع يضغط على مين؟ يضغط على المسامير فلما ضغط على المسامير بمسامير تبتدي تتشيل معي ايه و ايه و تبقى كانتها جزء من القطاع فيبقى القطاع كده كله ايه شايل معا ما فوقش فراغات يبقى عرفت الفرق بين ملتلت الكمبرشن والتنشن وليه بضرب 85 هنا ليه ما بضربش؟ طلع معي هنا جهات الجهات المفهودة قرنه بمين؟ قرنه بالجهات الماسموع بيه في حالة البندج مومنت صح؟ لان الكمبرشن ده ناتج نتيجة ايه نتيجة ايه؟ المومنت صح يبقى بقرنه بمين؟ المفهودة اكون اقل من او يساوي الاف برمسابول ايه بندج تمام؟ طيب ازاي بحسب الكلام ده؟ الكلام ده يبقى ايه؟ بحسبه من خلال قانونين طيب اين؟ او بعملين تشكين؟ اول حاجة لو القطاع بتاع بيعرف بسا كان عليه لأكروة التورشن باكليج ولا لاااااااا قلنا لوكال باكليج ده يعني القطاع مانوك كنت رسمتلكب ابل كده ان القطاع بيبقى ايه؟ الفلانجة بتاعت بتتضغط نتيجة الضغطة تبتدي فيه؟ هنا تبتدي تتنى كده فيها ده لوكال باكليج وبنقول ان القطاع هنا ايه؟ نان كومبك لهذا هناك قطاع يبقى ناند كومبكت لسياره كومبكت نريد معرفة للجهات المسهد في ناند كومبكت بدأ اول لتشيك. الطابع الكامل اللي الويب سمك subsg꾸tsgan atzwut لأن هذا كلام بيعتمد علي حسب طول القطاع ذاتنا تمام? يبقى بشوف اذا كان في لاتر توشن ولا لا بعمل ازاي لاتر توشن باكلينج انا بحسب حاجة اسمها الاليو ده اللي انا مطلعها من البداية وبقارنها ما بين رقمين المفوض تكون اقل من او يساوي قيمة ال ال ايه 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 كريتكل ماكسيموم دي لان اللي كريتكل بتيجي منogين بتيجي من ايه بتيجي من لسي واحد سي ار واحد ولسي ار اثنين ودي لها قانون دي لها ايه ليها قانون لو قل قل منها ساعتها تاخد كمت ساعتها مش يبقى في لاتر ارتوشن باكلنج يعني لو اليو دي اقل من الطول المسموح بيه الال الكريتكال ده هو اقصى طول بعدها عبطول يحصل لاتر ارتوشن باكلنج فبما ان الطول اللي عندي اقل من الطول المسموح بيه ساعتها مش يبقى في لاتر ارتوشن باكلنج ويبقى هكتفى بالشيك ده يبقى ده هنا سيف هاخد اي الكمه لا تطلع لمن هنا طب في حالة ان وجد العكس ان الالي سي ار الالي سي او اكبر من كومت الالي سي ار ساعتها اضطر احسب ايه احسب الايه اللي هو الاجهاد المسموح دي في حالة اللي هو بنسميه اللي هو بنسميه اللي ايه اللي بجيبه من خلال قانون طيب الناتج بتاعي الناتج بتاعي لو طلع اكبر الناتج بتاعي لو طلع اقل من او يساوي او طلع لو نقول لو طلع اقل من خمسة تمانية الاف فيلد ساعتها اا زي اطلع اقل الناتج دي تبقى اضطر اي من انا احسب ايه اللي اه اثنينته تمام? آآ والساعتها آآ بعود طبعا في القانون وطلع قيمة الاف الاتنين. ويبقى الاف النهائية هي عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن ايه عبارة عن الجزر التابعي. ده الاف المسموح بها النهائية بقى. هاخد ايه الاتنين معي في الحزبان. يبقى اول ايه? اا اا اف الات بي واحد زائد ايه? الاف الات بي. اف الات بي كان اتنين. ده تربية او ده تربية طبعا ايه? ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مثلا وده 5.8 فيلد بختار ايه؟ تبقى النتج 5.8 فيلد. لو طلع ده مثلا 6.F وده طلع معي 5.8 فيلد بقى اختار المنمم اللي هي 5.8. بقى الكلام ده لا يا ايه لو اقلي من 5.8 F. هختار مين هختار طبعا هيه اخطر الناتج ده هو الف بالمسبول اللي بتاعي. لو طلع الناتج ده اكبر من او اكبر من او يسوي الو بنت خمسة تمانية الاف فيلد باخد كيمة مين هاخد كيمة الاف فيلد. ده اللي اتشكت اللي انا اعملها الاختصار بسيط تمام? طبعا اه الاليو انا عارفها بكم الاليو سعبتة انا عارفها بليات تطلع بو خمسة بوينت كام اللي هي خمسة ومانة تلاتة وتلاتين ان ايه منطقة الضغطة مش مسبتة لما نرجع نبص كده على الشكل بتاعنا ايه تنشن فوق. بقى فين الطول بتاعي اللي انا انا اصبرت الاليو هي المسافة دي والمسافة ده هو مدلك فمسة بوينت تلاتة وتلاتة متر لا خمسة متة وتلاتين سندر تمام كده اه بعدين اعود بقى في الاليو انا انا عارفة. دي بتاعتي اللي هو ايه بقى فين دي بتاعتي دي بتاعتي اللي هو من اول للاخر اللي هو القطاع كله ده شغال معي من الاول ليه من اول نقطة لاخر نقطة اللي هو كام اللي هو 864 تمام كده اوقت النمار بحسين طبعا بحولها للصنطي كله اه السي بي بكم ساعتها السي بي بتاعتي انا بواحد خمسة وسبعين ليه بواحد خمسة وسبعين يا جماعة قانون السي بي بتاعي اللي هو الواحد بقى سبع خمسة زاد كذا في ام واحد على ام اثنين زاد او بقى ثلاثة وكذا صح طب الام واحد الام الصغير والام اثنين الام كبير الام الصغير انا بكام لما نبص في قيمة المومنت النقطة دي المهمنت الزير والآة والاثنين وعشرين يبقى زيره على الاثنين وعشرين فبقى الآفة اللي في القانون بقى بقى بزيره صح بقافة بزيره فيتبقى ل من يتبقى لي قيمة السي بي اللي هي تطلع بواحد بوين سبع خمسة تماما عرفة جدا نين인지 الواحد بوين سبع خمسة طلع لان هنا طبعا لما واحد صلعت او بونت اربعة او تماني اربعة وطبعا القيمة دي تأبطال من ايه من ال اوبوينت خمسة تمانية الايه الايه الفيلد الساعة ده هاخدك يبقى ايه بما انه طريقة اتعقال يبقى انا لازم اعمل ايه لازم حكما ولابد ان انا ايه اخش اعمل تشيك تاني على ال اف اللي بي اتنين يبقى ده اسمه اف اللي بي واحد والتاني ده اسمه اتنين طب اجيب الكلام ده من خلال كنت ال ال يو على ال ار تي وال ال يو هو عبارة عن ايه ال 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 انا صبرت اللي انا عرفي ابقى ايه ال ال ار تي اللي انا حسبتها وحسبتها ازاي عبارة عن الجزء اللي ايه المضغوط في القطاع اللي هو بيتمثل فيه الجزء المضغوط اللي هو عبارة عن اا مساحة الفلانجة زي ستس ايه الويب طيب لما نيجي نبص كده اا قطاع زي ده مسلا او يعني اا اا ده كله بالنسبة لي اسمه هيبقى ويب يعني الحتة دي كلها بالنسبة لي ويب بيسيبك من الجزء دي فانا هاخد ستس مين ستس ال 864 والفلانجة التحت دي تمام خلاص كده اا ده كده ال ار تي بتاعتي تمام اا بعدين بقارن كمه دي دي با 84 جزر السي بي على الفيلد والمية 88 لو اقل من اا 84 جزر السي بي على الايه في لابني بخش اعود في القانون احسب منه الفيلد الفيلد. لو طلعت اكبر من مية هو بقاوض القانون مختلف احسب قيمة فلي開心ة ايه ائة لو طلعت القيمة ما بينهم باعود بالقانون اللي قدامي ده تمام? علشان احسب equipped من الاف في الاتين اتنين طبعا ايه افيلد الفيلد تي بي اتنين لو طلعت اا اكبر من الوقفيند خمسة ثمانية. باخدها الوقفيند خمسة ثمانية. لو طلعت أقل يبقى معي بقيمة دية. اه والقيمة دية التانية اه احطهوا منتحت الجزء ذها ما انا كتبت في القانون الورق ويبقى ده النهائة iels والمفروض ان يكون أقل منه الوقفيند خمسة ثمانية ا abortion. ولو طلع اكبر باخد الايه الوقفيند خمسة ثمانية. تمام? لو انت مشيت عالشروط اللي اللي انا عملها من البداية عمره ما ايه? ما هتطلع ايه اه ما توصل ال F2 وتبقى اكبر من O5. تمام لو انت مشيت ان انا طبعا اقل من اكمل لو طلعت اكبر اخد اخد ال G اخدها ب O5 واتوقف. طبعا. طيب. بعد ما طلعت ال F بتاعت المسموح بها تطلع طبعا ده تربيه ازا ده تربيه تحت الجهزة لطلع 1.9. طيب. يبقى ارجع تاني كده للمسالة بتاعتي او بتاع ال check of stress. ده خلاص ده اخلصت منه من البداية خلاص. اه مشكلتي ده انا معادة الاجهاد الايه اقارنه بالمسموح بيه. طب المسموح بيه بقى لما عملت ال check cat بتاعتي طلع في ان هي بكام طلع بواحد بوينت كام واحد بوينت ايه تسعة. اه طب بيبقى من القطاع بالنسبة لي هيبقى سيف ولا ايه ولا مش هيبقى سيف. طب خلينا ان القطاع اكبر من القطاع بتاعنا نسيبه لازم ايه ازوده. ده كده كان اول ايه? اول كيس. الكيس ان انا ال u بتاعتي فيه لاتر ارتوشن باكلينج. يعني هنا ان قلت فيه لاتر ارتوشن باكلينج. وال u بتاعتي كام. كام 533 سنتيمتر. طب في حالة ان انا كيس اتنين ان انا اقول ان انا بستخدم يا جماعة نيببريسنج. وجود الحائط معنات хоть ان هو ماساك لي ايه م是什麼 passage الجزء المثبت الجزء الي إيه اللي مضغوط هي يو م toch electromagnetic تل fromologique الإطار التي بتاعتي ايه المسافة بين الايه? بين البيرلنس. تمام اللي هي بقى المسافة بتا lurton. بين البيرلنس. زي ما يبقى انطلع لي بقى قيمة المسافة دي اه? طبعا هو بقى قل لي ب تو Rogan. ب 200m اقل لي مئة تاسية وخمسين ني بقى لي دقيقة وهちゃamisين? قال لي اتنين ونص. يبقى اتنين ونص. طبعا انت بتطعت من 1 ونص حتى ايه? اه حتى اتنين متر. الى الى اتنين ونص. زي ما ما اقوم انا ايه? انا هعوض. تمام? واعمل نفس اللي انا عملته بالضبط نفس اللي بشيكات العادية فارس ما اختلفش حاجة برضو نفس الكلام ده سيف يبقى انا مضطرة راح هنا ده طالع بقوه فيديو 826 يبقى انا مضطرة راح احسب الاجهادات والواقع عليه بس خلي بالك الاركام طبعا انت ايه انا غيرتها السبب ان انا جبت قطاع تاني يعني جبت قطاع مختلف تمام وعملت تشيك ان انا حط في ان انا حط فيني بريسيك تمام عشان ما تقولش دي ازاي دي كانت تزد بكزا لا ده اول عملت قطاع غيره يعني غير الاولاجي كأن اجزامبل جديد في حالة وجود تمام طبعا انت عايز تتأكد او تشوف الفرق ممكن ايه نفس القطاع اللي انت فرضت القطاع اللي انت فرضت اللي هو القطاع ده نفس القطاع بس افرد ان فيه وشوف هيبقى فيه فرق ولا ما فيش في الا اللي هو بس هو كده كده حتى فيه طلع فيه وبرضو القطاع هيطلع معي ايه هيطلع معي سيف فانا قللت ايه سنكو القطاع هنا وهنشوف هيبقى ايه ومنعت ان هيبقى فيه لوتر تورشن باكلنج هتشوفه القطاع هيبقى سيف ولا ايه ولا انسيف طبعا عملت اه طلع واحد تسعة وعشرين اقل يبقى سيف بالنسبة البندنج يهميني بقى مين هنا مثلا تلع ان فيه لوتر تورشن باكلنج مثلا يعني تلع ال ال يو بتاعتي ال ال يو ماكس ايه ال ال يو ماكس ديت ال 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 كريتكال لما اوطف القانوني نفس اللي انا عملت بالزبط وال ال ال اكتشول بتاعتي بمئتين طب بما ان ال ال يو بتاعتي ال ال انصب بمئتين والقلم اه ال 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 بتاعتي ال ماكس اخيرها مئة تلاتة وخمسين يبقى القطاع هيبقى عليه ولا لا هيبقى عليه ايه طبيعي اه جدا اه ابتدي احسب ايه يا جماعة احسب احسب ايه يا جماعة احسب ايه يا جماعة احسب كيمة الطيب اه السي بي خلي بالك هنا تختلف شوية ليه مش واحدة خمشة لانه قمت المومنت هنا هتتغير ليه نرجع كده ايه نبص بصق سريعا ليه قمت المومنت اتغيرت هنا كان المومنت من صفر لكام ال ال 22 صح من اول من ايه للاخرة بس هنا في حالة ان انا حطيتني بريسنج معنات انه السمر بالمنزر ده تمام يخطر اهل احساب ايه اخطر المنطقة الحرجه. الطيب اليو الشابتة اللي هي كام اللي هي اتنين متر اليبقى اليو باثنين متر طب قيمة الالفا يتغير ولا لا لا اختار اختر منطقة الي هي المنطقة دي اليبقى اليو الي انا اشتغل عليها هي مين هي اليو يبقى المنطقة دي بالنسبة لهيه لمشكلة اليوم هنا لها اقم المنت هنا لها حكمة مومنت مومنت اي لاتين وعشرين لي للمومنت هنا هجيبه ايه نسبة وايه جماعة نسبة تناسب فهمت الفكرة يبقى الالفة بتاعتي ما لها اتغيرت هنا في الحالة دي اتطلع الالفة بتاعتي كم الالفة بتاعتي هتطلع بكام بالسالب 12 ان الاثنين في نفس الاتجاه مومنت في نفس الاتجاه نحن اتفعنا ان احنا بناخد كومة واحدة منهم بالسالب سالب الان اتناشر بوين ستة اللي هقمت المومنت عند ايه? اه على الاتنين وعشرين? يطلع لقيمة القرفة لما عوض في قانون يطلع لبنية ستة وايه مية ستة وعشرين. اعوض اطلع الاف اللي تبينه. الاف اللي تبينه طلع واحد بوين ستة. طب الاف اللي تبينه ده اكبر من ايه? اكبر من ايه اكبر من او بوين خمسة وتمانية ولا اقل اقل يبقى انا لازم اخش اعمل التاني وهكذا. نفس الكلام يا جماعة اللي انا عملته. طبعا ده شكل يا جماعة ايه? واقرنه طبعا في النهاية اطلع قيمة الاف اللي تبينه واقارنها بالاجهاد الايه? الاجهاد المسموح بيه. اه ده بالنسبة الاجهاد المسموح بيه باقرنه بالاف اكت واشوف هل القطاع ده سيف ولا مش سيف. اه طبعا الشكل ده شكل ايه? قطاع برضو زي ما انا اقولنا ان ده طبعا ايه? اه قطاع هو عبارة عن اتنين فوق بعض. اه ودي يا جماعة اللي احنا بنتكلم ايه? فيها ان انا بثبت الجزء السفلي ده او الفلانشة ديها اللي علاها ضغط مسلا او الفلانشة ديها بثبتها بيه عن طريق يا جماعة اللي انا بتكلم فيها. بس طبعا هنا اه فرض مسلا ان المومنت مختلف يعني. تمام? ان هنا فوق ايه? تحت فانا سبت الجزء اللي تحت عن طريق ايه? عن طريق بثبت في الدراف الثاني بثبتو فين? في الفلانشات السفلية تمام? ونفس الكلام ده المفهود يتكرر يعني. تمام? اه طيب يبقى ده كده كان نهاية الموضوع بتاعي اه اللي هو الرفضة. اه يبقى خلاصة الكلام اللي احنا قلنا عليه. اه ان انا بطريق اصمم ايه? ان انا عايز اعمل على القطاع ده بصممه اس بيه معادي خالص. بس خلي بالك بقى. مشكلتي كلها فين? مشكلتي كلها في الحسابات ديت ان انا اطلع ايه? زد تي وزد مش عارف ايه والاي ايكس والواي ومش عارف اه طيب فانا تسهيلا للحل تسهيلا للحل اعتبر نفسي اني مش شايف الجزئية دي اللي هي الحتتين دولار الصغيرين دولار. وبقى القطاع بالنسبة لي هو ايه? قطاع واحد طوله كان قطاع واحد ليه فلانشة من فوق فلانشة من تحت وكمت وكمت تمنمية اربعة وستين وشلت الجزئين الصغيرين دول واحسب الاي اكس بسهولة وبالتالي اه لما احسب الاي اكس تبقى الدنيا سهلة اه 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 السنترويد بتاع هيبقى في النص معديش مشكلة تمام اللي هو اه والليوتران اكسس في النص فبالتالي اه 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 زد سوري اه زد تي مطقة هيساوي هنا مطقة ايه? مطقة ايه? طبعا الحل ده مصحيح لكن انا بسهل على نفسي في الحال ده لقى صح طبعا. تمام? ده بقى بسهل على نفسي او بقرب الدنيا على نفسي ايه? شوية تمام? فبقى زد اكس يساوي زد مين? يساوي الزد سي. احسب اللقاء اكس واحسب الارتي وكل الحاجات بتاعتي بسهولة خالص ايه? ايه يا جماعة تمام? لما اجا عود انا في القانون هتبقى الام هي الام ما فيش مشاكل. الزد سي هتبقى هي الزد تي. طبعا اه زد تي بضربه برده فوق بوضي خفص ثمانية اشوف اسيف ولا مستيف. وبرده اكمل اللي تشيك اللي انا عملله. هو ده الفكرة. يبقى انا بدل معه ده اشتغل بين ميكانيك الجوامد واقسم واضرب في في مسافة نقل والكلام ده اقول له. بقى بلخص الكلام اعتبر ان هو ايه? اشيل اي بيم زي كده تمام على التسعة ونصف وبزود له حتة اللي من تحت اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو عبارة عن نصف ال اي بيم صح؟ ممكن كمان القطاع ذات نفسه بيتصمم على تلات اجزاء يعني اصمم جوز بالمنظر ده كده تمام كده وفيه الجوزي تاري اللي في النص تمام والجوزي التاني السوفلي برضو بيبقى عامل ازاي عامل ايه عامل كده يبقى ممكن الصمم على تلات اجزاء طيام ايبقى انا بعمل ديل وحدية وده الوحدية وده ارخص حاجة يعني اه هنا ان انا هعمل ده وبعدين ده يعني او انا عملت القطاع كله على الكبير ده مور ايه مور كوست لما صمم الحتة دي لو صمم ده الواحد وارح سيب ديل وحدية قللت التكلفة هنا لو عملت صممت القطاع بالمنظر ده بقى قللت التكلفة اكتر تمام بحط هنا بليت وحط هنا بليت عن طريق اللحام وهنا برضو بليت عن طريق اللحام وهنا بليت عن طريق اللحام وابتدي اربطهم ببعض عن طريقة جماعة عن طريق فهمت انا بعمل ايه التصميم بتاعة عملت ايه اه ده كده باختصار بسيط طبعا بعد ما طلعت يبقى انا مشكلتي في ان انا عايز اجيب خطوات الحرب يعتمد على ايه يعتمد على حاجتين على على مين على فيه باكلote باكلين جوا لا لا وفي دي القوانين يا جماعة اللي احنا بنحسب ان على احتيت فلانشة دي ويب وايشوف طبعا حسب اذا كان بتاع اه جاي من الجداول او بتاع بولت اشن لو كومبكة تبقى حكارن بلوبن ستة اربعة طبعا الفلانشة او الويب لازم نكون الاتنين كومبكت عشان نحكمكم معنا من القطاع كومبكت حكارن بلوبن ستة اربعة لو في ايه واحدة بينهم نان كومبكت بقطاع كومبكت وكانوا بلوبن خمسة تمام ايه الافيلي أهjoyك التانية بحسط طبعا shortcut وطلع منه ايه، ايه طلع منه اه تمام ايه الاف بحل هو طبعا طبقين لو قمت لو قمت الواكبر من قمت الال الواق الدولي المسموع بي شرك Mode ساعتها بلازم احسب اه survivors قمتم في حال midwich نكس كنت ايه دهم لrilsكين ايهagan اه او اختار الجهد المسموع الصغير من الحدودية карт buddy اللي هو ايه? طبعاً لو انت مشيت على البقعدة اللي انا بقول لو اقل من او نصف الخمسة بكم الحل اكبر من كان تمانية. بتوقف واخد خمسة تمانية. لو مشيت على القعدة ده هتتلقى في النهاية كانت اللي تشك اللي فوق ده ايه ساعتها مش هبص ايه لو دخلتك مرحلة او فيه مش هبص على اللي فوق. تمام? ده كده باختصار بسيط هو ايه كان تصميم الرافتر. التمنى طبعا ان اكون عارفت اوصل المعلومة على ايه على قد ما درت يعني حاول. اه طبعا انا منتظر اي ايه 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 ا في النهاية تعالى شكرا لكم للحش تسماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته